بسم الله الرحمن الرحيم يا برو ونبدأ الفيديو بخبر من عالم موازي وهو ان احمد حسان ميدو طلع وقال انا احرف من محمد صلاح وانا افضل من محمد صلاح والاستمرارية بس هي اللي بتفرق محمد صلاح عني وهي اللي بتكلل مسيرة محمد صلاح كابتن ميدو يعني عنده ده اسمه ده العظمة او جنون العظمة كل فترة يطلع علينا بحاجات وبتصريحات غريبة حتى لما كان طالع في لايف وفي حد بيسأله وبيقترح عليه اسمه مهاجمين ما طلعش ولا مهاجم افضل منه وتقال كابتن حسام حسن وتقال عماد المتعب وعمر زكي وتقال كابتن محمد عبد الجليل وكابتن جمال عبد الحميد واحمد حسان ميدو قال لك انا احسن واحد انا افضل منهم كلهم علشان ميدو يطلع النهاردة ويقول لك انا احسن من صلاح عم ميدو انت بتجيبي الكلام ده منين انا افضل من صلاح انت بتجيبي الكلام ده منين يعني انا عزو عرب انت بتضرب ايه الصنف اللي انت بتضربه عرفني عليه بس باللي عليك هبقى احمد حسان ميدو تصريحاته فعلا من عالم وازي من حتة تانية بيقول كلام غريب 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 دي الحاجة الاولى الحاجة التانية بقى تيري هنري بعد مباراة منتخب فرنسا ومنتخب مصر واحتفاله ان المنتخب الفرنسي وصل للمباراة النهائية وكمان احتفال تيري هنري بالجول التاني لا 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 تيري هنري فعلا كان شايل هام لقاء منتخب مصر والاحتفال بتاع تيري هنري ده يبين لك قد ايه ان منتخبنا الوليمبي فعلا قوي ويخوف واكبر دليل على كده اننا كسبنا المنتخب الاسباني فكون ان تيري هنري صرح قبل الماتش اصلا ويقول لك ان منتخب مصر هو برازيل افريقيا وان منتخب مصر خصم قوي وانا عامل حسابه وانه يلعب معنا بالطريقة دي او احنا نقفل عليه بالشكل ده وكمان يطلع يحتفل طبعا الاحتفال عادي لان فرقته او منتخب بلاده وصل نهائي ولكن ده تيري هنري تيري هنري اللي كسبان كاس عالم وكسبان يورو وكل البطولات يا معلمة شامبينزليج اوروبي دوري ازباني دوري انجليزي اي حاجة لعب فيها تيري هنري كسبها كل انه يحتفل بالطريقة دي قدام مصر او يدينا حقنا كده احنا المفروض نصدق نفسنا جماعة احنا المفروض كمصريين نصدق امكانياتنا ده تيري هنري طب نيجي بقى على حاجة تانية على تصريح كابتن منتخب المغرب وتصريح كابتن منتخب مصر تصريح اشرف حكيمي بعد خسارة المنتخب المغربي من منتخب اسبانيا في السيمي فاينال وتصريح محمد النيني بعد خسارة مصر من فرنسا اشرف حكيمي يا بروه صرح وقال ان كان عنده خيبة امل بعد خسارة المنتخب المغربي ومش عارف ده حصل ازاي ويقول احنا هنقاتل من اجل المديلية البرونزية بيوجه رسائل غير مباشرة لمنتخب مصر بيقول للمصريين خلي بالكو احنا كده كده هنكسبكو احنا كده كده هنغلبكو دي رسالة اشرف حكيمي دي رسالة اللي وجهها اشرف حكيمي عندي خيبة امل وعندي يعني احباط من اللي حصل وانا بقول لكم وبقول للعالم كله ان منتخب المغرب هياخد البرونزية ده تصريح اشرف حكيم نيجي بقى لتصريح محمد النيني بعد خسارة منتخبنا من منتخب فرنسا محمد النيني اشاد باللعبين ادى اللعبين حقهم اللهم ينبغي ان ترفعوا رؤوسكم لانكم فعلتم المستحيل ده كان تصريح محمد النيني محمد النيني يا جماعة قائد قائد جوه الملعب وقائد يعني جوه وبرا جوه الملعب وبرا الملعب والاولمبيات اللي النيني شارك فيها دي تكلل مسيرة محمد النيني وتخلي اللي كان بيتكلم كتير على النيني يسكت شد بلاستر بقى ما تتكلمش عن النيني تادي ربنا بيعود محمد النيني ربنا بيكافق محمد النيني ده تصريح النيني وقبليه تصريح حكيمي الاهم بقى يا بروه ان فيه ثلاث لعيبة من منتخب مصر الاولمبي بعد السيميفاينال قدام فرنسا في تشكيلة نص النهائي ثلاث لعيبة من عندنا من اصل 11 لعب اه ثلاثة يابرون من منتخب مصر وهم حمز علاء المتقلق حارس المرمى اللي انا شايف انه خلال الفترة اللي جاية هينفذ شوبير في النادي الاهلي بصورة كبيرة وهيلعب فريق اول مستريح مفروض حمز علاء ده احنا نشوف له عقد احتراف من دلوقتي عرض ويخليه برا ما ترجعش يا ابني مع البعثة حارس مرمى محترم 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 وامكانيات جبارة ده حمز علاء علش الاطر معدي ساكد على شريف السكال حديد اللاعب التاني اللي في تشكيلة يعني esperando اللي هما الافضل في السيمي فاينال حسام عبد المجيد يا عم انت بتقول ايه او الله ده مش كلامي ده مش من عندي انا مش جا Monster بتقول الاولمبياة حسب التقييمات خدوا حمز علاء وخدوا حسام عبد المجيد لان تقييمه في السيمي فاينال كان عالي حسام عبد المجيد بالمناسبة يعني سيرد باك سنترباك محترم جدا يعني قلب ادفاع كواس ولكن عنده بعض يعني الديفهات اللي محتاجة تتعالج حسام عبد المجيد لو اشتغل بدني صح اشتغل كورة صح هنلاقي منه يعني التطور وكمان احنا عندنا بس مشكلة اننا المدافعين على مدى التاريخ في مصر المدافع ما بيبدأش يظهر غير وهو عنده 25 سنة 26 سنة حسام عبد المجيد لسه عنده 23 سنة هي مشكلة عندنا يعني المشكلة دي عندنا احنا كمصريين بس ولكن حسام عبد المجيد يا برو في تشكيلة سيمي فاينال الولمبياد اللعب التالت بقى وهو محمود صابر محمود صابر صاحب الهدف ده هو تالت لعب مصري موجود في التشكيلة اللي الولمبياد اختارتها لسيمي فاينال البطولة دي على كل التالت لعيبة دول مميزين التالت لعيبة دول فعلا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين يا برو في التشكيلة واكتر من لعب عندنا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين ده بخصوص منتخب مصر نيجي بقى للنادي الاهلي يا برو ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي في الساعات الاخيرة النادي الاهلي بيقولك انا مش هلعب كاس مصر انا البطولة دي ما تلزمنيش انا لعبتي مجهدة انا تعبان انا مش هشارك في كاس مصر كان فيه اجتماع النهاردة كل الاندية حضرته باستثناء النادي الاهلي ونادي مودرن سبورت اللي هو فيوتشر طب فيوتشر ما جاش ليه قالك انا كده كده موفق على لعب الكاس فمش فرق ان انا روح يعني ما بش غير النادي الاهلي بس هو اللي معترض على لعب الكاس ولكن لو النادي الاهلي ملعبش كاس مصر وانسحب يا برو مش هيشارك في النسخة اللي جاية طبعا بطولة الكاس بطولة مهمة بطولة في مصر ولكن عوائدها يعني انتكاد تكون منعدمة ما مفهاش فلوس والنادي الاهلي مش هيكسب حاجة النادي الاهلي قدامه يعني يختار منهم واحد الاول او الاختيار الاول ان هو ما يشاركش في البطولة دي عشان يريح لعبته ما يشاركش اه زي مارسل كولر ما قال انا ماليش دعوة ولعب الكاس انا خارج عني القصة دي وممكن ما كملش معاك وده كان تصريح مارسل كولر طب الاوبشن التاني يا برو الاختيار التاني انك تجيب اللعيبة اللي تحت السن اللي تقدر تلعب فريق اول واللعيبة اللي ما شاركتش معاك باستمرار زي طاهر زي كهربا زي ياسر ابراهيم زي عمر السلية تطلع كمان حمزة يلعب كريم الدبيس تلعبه احمد نبيل كوكا وتعمل فريق محترم 22 لعب تشارك في البطولة دي واخدها مني بقى لو ال22 لعب اللي الاهلي عملهم بعيدا عن القوام الاساسي للفريق الاول وريح اللعبة ال22 لعب دول لو لعب بطولة الكاس هياخدوها يا برو هياخدوها طب اقل يعني او اصعب واسوأ الافتراضات هيوصلوا سيمي فاينال هيوصلوا سيمي فاينال وهيقعف برامدز ويخسروا ولكن هتبقى انت كسبت فريق كسبت لعيبة كسبت رجالة معاك فعلا انا شايف ان النادي الاهلي ما ينسحبش ويشارك في البطولة دي يشارك فيها باللي انا قلتلك عليه باللعبة اللي تحت كريم الدبيس وكوكا وحمزة علاء واكتر من لعب كمان يطلع عمر السلال اللي ملعبش يلعبه ياسر ابراهيم كهربا طهر كل اللعبة اللي انت شايف انها لسه انت تقدر تستفيد منها لعبها ده قصة النادي الاهلي بشأن كسب مصر طب حاجة تانية بقى في النادي الاهلي كريم الدبيس كريم الدبيس بنسبة كبيرة يا برو مش هيرجع من فرنسا كريم الدبيس مش هيرجع من فرنسا او مش هيرجع من فرنسا كريم الدبيس هيطلع من فرنسا على بلجيكا بنسبة كبيرة احد الاندية في الدوري البلجيكي مهتمة بخدمات كريم الدبيس شايفين انه باك شمال كويس وبك شمال محترم عايزين يتعاقدوا معاه انا من وجهة نظري اي لاعب في منتخب مصر واي لاعب في مصر عمتا يجيلو عقد احتراف عرض من برا يروح مع السلامة يا باشا يلا اطلع فضلنا مكان عشان